بسم الله الرحمن الرحيم ماذا كشف العلماء حديثا حول هذا الموضوع يقول فريق البحث إن هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها النظر إلى علاقة النظام الغذائي بالاكتئاب في بريطانيا وقد تم دراسة بيانات النظام الغذائي لثلاثة ألاف وخمسمائة شخص في منتصف العمر ثم قورنت بحالات الاكتئاب بعد خمس سنوات طبعا هذا البحث نشر في المجلة البريطانية لأبحاث علم النفس وقسم الأشخاص الذين شملهم البحث إلى فئتين فئة يعتمد نظام والغذاء على الخضروات والفواكه والأسماك وأخرى تتناول الأغذية المصنعة والمحتوية على نسبة عالية من الدهون وتبين خلال هذه الدراسة أن نسبة الاكتئاب لدى الأشخاص الذين تناولوا كمية أكبر من الأغذية الطبيعية أقل بـ 26% أما الذين تناولوا الأغذية المصنعة تزيد نسبة الاكتئاب لديهم بمقدار 58% سبحان الله يعني أيها الأحبة تأملوا معي أن نوعية الغذاء التي يتناولها الإنسان تؤثر على الاكتئاب والقلق والحالة النفسية لديه وكلما كان طعامه طبيعيا يعني خضروات وفاكهة ونسبة قليلة من اللحوم ويعتمد بشكل رئيسي على اللبن على الأشياء الخفيفة فإن نسبة الاكتئاب تقل لديه يكون أكثر سعادة الله تعالى ماذا قال؟ قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين سبحان الله إذن هذه الآية تقول لك أيها الإنسان لا تسرف لكي لا تصاب بحالة اكتئاب ومشاكل أخرى وآية أخرى تأمرنا أن نأكل مما في الأرض حلالا طيبا كأن الله يشير إلى ضرورة أن نتناول الأغذية الطبيعية وليست المصنعة سبحان الله لأن الأغذية الطبيعية تخلصك من الاكتئاب والمشاكل الأخرى ولذلك لماذا زادت نسبة الاكتئاب في هذا العصر؟ يعني في الولايات المتحدة الأمريكية هناك حسب إحصائية نشرت على موقع CNN 27 مليون أمريكي مصابون بالاكتئاب لماذا؟ بسبب أنهم يعتمدون على الأغذية الصناعية المعلبات والأشياء المجففة والعصائر المصنعة فيها سكر غير طبيعي وغير ذلك لذلك أيها الأحبة عندما نتبع القرآن الكريم لابد أن نحصل على الحياة الطيبة كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيي أنه حياة طيبة ولنجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم حتى يتبين لهم أنه الحق